أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أصناف الكفار الجرائم التي لا تصل إلى درجة الكفر ليست كلها بدرجة واحدة فالذي يؤذي مؤمنا حرام حرق الكعبة وهدمها أهون عند الله من إذاء المؤمن ولكن الذي يقطع يد المؤمن حرام أكثر الذي يقتل مؤمنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزائه جهنم إلى آخر الآية هذا حرام أكثر وإذا تاب أمره إلى الله ليحاسبه ويقتص لعبده المقتول أيضا جرائم الكفار وأصنافهم ليست على درجة واحدة فمنهم الأتباء ومنهم القادة الزعماء ومنهم الذين يتشككون لا إلى هؤلاء لا إلى هؤلاء أو إذا حصلت مصالحهم يكونون مع الله وإذا حصلت مصالحهم مع عبد الله يكونون مع عبد الله هؤلاء المترددون فالآيات الأولى في بداية هذه السورة الآية الثلاثة وأربعة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه تحدثنا عن هذه الآية من قبل هذه الآية تبين الصنف الأول من أصناف الكفار وهم الذين يتابعون شياطين الإنس والجن يعني يتابعون غيرهم ويتبعونهم في الاعتقاد والسلوك والعمل ويجادلون في اتباع هؤلاء المجرمين يجادل المؤمنين أنه نحن عم تبع فلان زعيبنا فلان سيدنا فلان عظيم فلان روح أن تتاج رأسنا ويتركون طاعة الله تبارك وتعالى وهم في الواقع لم يحصلوا لا عز الدنيا ولا عز الآخرة فهم عبيد أذلة في الدنيا تابعين لغيرهم وفي الآخرة في جهنة وبئس المصير نسأل الله العافية الصنف الثاني وهم في الآيات ثمانية وتسعة وعشرة يقول الله تبارك وتعالى عن الصنف الثاني وهم المتسلطون على عباد الله يقول سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه العطف الرقب ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي الخزي ذل مهانة ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت أي ذاك وأن الله ليس بظلام للعبيد إذا كان الصف السابق من الأتباع لغيرهم عبيد يسيرون وراء كل ناعق ويتركون أمر الله وذلك لجهلهم يقلدون غيرهم أما الإنسان إذا استعمل عقله وعقل يدرك من هو الذي ينبغي أن يطيعه ويتبعه في ثانوية المأموم في حلب منذ خمسين أو أكثر من خمسين عام أحد الطلاب قال لي يا أستاذ والله حيرتونا قبل قليل دخل الأستاذ قال اشتراكية واشتراكية واتبعوا الاشتراكية بعد أجه أستاذ الرياضيات تركت الحديث عن الرياضيات صار يتحدثنا عن لينين وستالين وما أدري إيش وهدول البلشفية وأن الطاعلي ما ذكره لينين اليهودي الاتحاد السوفيتي السابق وأنت تقول لنا في درس الدين طبعا أطيع الله فاحترنا لمن نطيع قلت له يا بني لا تأخذك الحيرة إذا قلت لك أطعني أنا فلا تطعني إنما أطع الذي يرسل لك ملك الموت فيقبض روحك ثم يجعلونك في القبر هذا هو الذي خلقك فسواك فعدلك ثم إذا شاء أقبره موته بحطه في القبر هذا الذي تطيعه فتنجو وتسعد في الدنيا وتنجو في الآخرة إذن الأشخاص الذين يتبعون المخلوق ويتركون طاعة الخالق جهال لو علموا أن هذا المخلوق مثله لماذا أنا أطيعه لماذا لا يطيعني كلنا لا نطيع بعضنا بعضا إنما نطيع الله تبارك وتعالى فيما أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم في أناس لا يعجبهم أن يترك الناس طاعتهم ويطيعون الله إذا أطاعوا الله تركوا طاعة هذا الطاوت الذي يريد أن يتسلط على المخلوقات ولذلك يقف في وجه كل دعوة لله ويجادل في ذلك بغير علم وغير دليل ولا كتاب من الله يدل على أن الطاعة له في هذا إشارة إلى أن الله أمر بطاعة الرسل لأن الكتب السماوية أنزلها الله على الرسل وهي كتب منيرة واضحة ليبين الرسل للناس ماذا يريد الله منهم وكيف يطيعونه وكيف يعبدونه ويتحررون على العبودية لسواه فكتاب منزل على الرسل هو كتاب منير واضح الدلالات يطلب منك أن تتحرر من العبودية للمخلوق وتطيع ما أنزل الله لك حتى تسلك سبيل النجاة سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة فالمتكبرون والطغاة لا يريدون أن تفعل ذلك أبدا فيصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يعني لا يريد أن تكون الطاعة لله إنما له ولا هدى ما في هداية تدل على ذلك ترشد العقل وتوضحه ولا كتاب منير ثاني عطفه العطف يقول مجاهد الرقبة لاوي رقبته والمقصود بذلك التكبر كما روي عن ابن عباس يقول لاوي ثاني عطفه أي متكبرا فالمتكبر كأنه يترفع عن آخرين بلوي رقبته هيك كنتم بقول العوام عن طيز لاوي عنقه لاوي رقبته ثاني عطفه ليش عم تكبر لماذا يتكبر على الناس هل من أجل أن يذلهم على طريق الخير لا لأن يشعرهم أنه فوقهم وأنه أعلى منهم وأن عليهم أن يطيعوه فيضللهم عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق نحن لماذا نقتل في سوريا يوها الإخوة المؤمنون لماذا لأننا لا نريد فلان أن يحكمنا من حق كل إنسان أن يرفض ما لا يريد من حق كل إنسان أن يتحرر من الطواغيت فكل حاكم عسكري يحكم بالحديد والنار طاغوت إرهابي يقتل الناس ويعذبهم حتى الموت من أجل أن يخافوا ويخضعوا لهم فذنبنا أننا نريد أن نتحرر من هذا الطغيان ونطيع الله خالقنا وخالق هؤلاء الطغاة الذين سيذيقهم الله العذاب الأدنى قبل العذاب الأكبر بإذنه سبحانه وتعالى كما أخبرنا فالدعاة إلى الباطل من المستكبرين الذين يتسلطون على عباد الله هؤلاء سماهم الله وصفهم الله بأنه ثاني عصفه يعني متكبر ليضل عن سبيل الله يضل عن سبيل الله بألفاظه أو بكلماته المعسولة وحدة حرية اشتراكية قلت لكم مرارا الأطفال الصغار صاروا يفهموا وضعوا على الحرية فوق الحين أقطا أي حرية هذه أي حرية هذه إذا كان الإنسان المؤمن وغير المؤمن لا يستطيع أن يفتح فمه ولكن غير المؤمن مؤمن شهواته فيسكت أما المؤمن يتحرق من قلبه لأنه يجد نفسه غير حر فإذا تحرر يعذب أو يقبض عليه أو يوضع في قبيلة التعذيب أو يقتل بالقنابل والبراميل المتفجرة والطيران الحربي والعالم كله ساكت لأن العالم هو الذي الطغاة الصليبيون اليهود المجرمون هم الذين نصبوا علينا هؤلاء الحكام العسكريين ليسومون سوء العذاب حتى نخضع لهم ومن وراء الخضوع لهم هم يسيرونهم كما يشاءون هم والدكتاتوريون عندما تأمر أسيادهم بأن يدفعوا المليارات من أجل انقلاب عسكري في بلد من البلدان المسلمة حماية لليهود يفعلون وينفزون هل الله أمر بذلك أم على الله تفترون لا الله ما أمر ولكن دولة أمريكا أمرث فيطيعها العباد تحرروا أيها المؤمنون إذا كنتم من المؤمنين تحرروا من طاعة غير الله وعودوا إلى الله فانظروا في كتابه إذا كان الأمر يحله الله ويأمر به فافعلوه وإن كان الأمر لا يرضاه الله ويمنعه الله ويحرمه ويقول لكم إذا أنتم أطعتم الكافرين كنتم مثلهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إذا فهمتم ذلك أنكم تتكونون في الحريق ولياز بالله تعالى ستزوقون عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق إذا فهمتم هذا فعليكم أن تتحرروا من العبودية لغير الله وترجعون إلى الله عسى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم السعادة الأبدية في دار الخلد كما ظننتم أنكم حصلتم سعادتكم في الدنيا بالتسلط على الأموال وعلى الأشخاص وعلى الأنفس وعلى الأعراض لا هذه ليست سعادة هذه فترة يمهل الله بها عبادة حتى ينتبهوا ومن كان قلبه يحب الخير يرجع إلى الله ويسير في الخير ويتوب عن الشر وعن الظلم وأما الذي يستمر على ذلك إلى الموت فله في الدنيا ذل ومهانة الحاكم المتغطرس يا إخواني الذي يقتل ويضرب ويظنه الناس أنه ويفعل ما يشاء هذا الحاكم يكون عبدا لمن يعينه على ما يريد كثيرا ما يرضي أتباعه لأن يبيح لهم الأعراض يبيح لهم السرقات يعني الذين يخطفون الأشخاص ويطالبون زويهم بالمليارات أو الملايين من الذي سمح له بذلك أغلبهم تبين أنهم من المخابرات ومن أذناب الدول الظالمة المتسلطة ينشرون في الأرض الفساد حتى يذل الناس ولكن الله تبارك وتعالى أعطى للمؤمنين الصبر والثبات مهما طالهم في الدنيا ومهما حصل لهم من ضرر مادي أو معنوي أو في جسمهم نسمعون قول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى لأن وراء المشركين الذين يقتلوننا هم يخططون لهم ولتسمعون من الذين أشركوا أذى كثيرا حتى الشيعة الذين يقتلوننا تبين من تصرفاتهم في استباحة دماء المؤمنين أنهم ليسوا من المسلمين بل من المشركين لأنهم يطيعون ما يزعمون أنه الفقيه والفقيه اندس فيه اليهود وغير اليهود فهم يسيرونهم كما يريدون ويظنون أنهم مع الحسين إذا كانوا يقدسون الحسين فهم مشركين أيضا إذا كانوا يزعمون أن الصحابة كلهم كفار إلا كم واحد منهم والصحابة هم الذين نقلوا الدين عن محمد صلى الله عليه وسلم عن الله إذا كان كلهم كفار معنى الدين الذي نقلوه لهم والكله كفر أما الدين الذين أخذ به نحن أهل السنة نأخذ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عدّلهم الله في كتابه وبيّن صدقهم وبيّن رضاه عنهم فالشيعة يكذبون الله ويطعنون في الصحابة ويكفرونهم من أجل ماذا؟ من أجل حسين أو من أجل علي حسين لا يرضى عنهم لأن رب حسين لا يرضى ساروا في طريق من الجهالة رتبه لهم اليهود منذ العصر الأول يتذكروا تاريخهم عبد الله بن سبأ اليهود الذي دخل في الإسلام ليضلل أمثال هؤلاء إلى يومنا الحالي الذي اندس فيهم اليهود وأطالوا اللحاء ووضعوا العمائم السوداء ويسيرونهم باسم حب حسين ومن وراء حب حسين يذلونهم لليهود ويسيرونهم بالخط اليهودي أيها الناس اتقوا ربكم واعلموا أنكم مسؤولون بين يديه فهناك من أصناف الكفار أسخاص يتبعون غيرهم جحال هكذا قال أبن الله قالت اليهود عزلين من الله هكذا قال الفقه فما دلل الفقه يطيعون ويسمعون ويتركون طاعة الله هكذا قال فلان هكذا قال الحاكم العسكري ما يستطيع بواحد أن يقول له كذب لأنه عنده المسدس يقتل ويضرب ويعزب ويسمي المتحرر الإرهابي وهو المجرم الإرهابي وهو المتسلط يهم للناس بوسائل إعلامه أنه جاء لإنقاذهم حرية مثل اللي شفناها كما قلت لكم والأطفال كل ذنبهم في حران أنهم وضعوا على حرية فوق الحي نقطة بيّنوا الوجه الصحيح من هذه الحرية التي جعلت الناس تأكل ضرب وعذاب وتدفع خراجه فهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى عنهم له في الدنيا خزي يعني ذل ومهنة ولو طال عليه الأمر وإذا لم توجد له الذل والمهانة عند الناس جميعا في حياته فستوجد بعد مماته ولو بعد حين انظروا واعتبروا في أيام الخنزير الأول قبل حاكمنا الذي سلب الجولان سمغت قلوب الناس ووضعت له الأصنام والتماثيل والصور وكان يكتب عليه في كل مكان الخالد نحن بيننا وبين بعضنا نقول خالد في جهنم بإذن الله لأنه متسلط عميل صلتته علينا أمريكا من أجل أن يذلنا ويسيرنا فيما تريد اليهود لأن أمريكا تكفلت بحماية اليهود وهم يقولون خالد يستطيع أن يتكلم عليه أحد لا تراه أمه بعد ذلك بقي خالد 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 إلى الفطس والله يعلم أنه خالد في جهنم وهذا القرآن يشهد والسنة تشهد من هو الذي يدخل جهنم الذي قال الله تبارك عنه وتعالى عنه ليضل عن سبيل الله عن طريق الله له في الدنيا خزج ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق والخزج في الدنيا ما هو؟ بعد أن مات وما يجرؤ أحد حتى أولادنا صاروا يتعلموا غصبا عنهم يسبحون بحمد الأسد ويطبلون ويزمرون ولا يجرؤ بعض الآباء أن يقول لابنه لا تفعل ذلك أحد الأشخاص البارحة سمعت هذه القصة من أشخاص أعينوها واحد من الأشخاص كل ما يطلع في التلفزيون يحافظ الأسادي بزوء عليه في المدرسة أدرست بنات أو يمكن مدرسة بنين وبنات لأنه صاروا تنفيذها لأمر الله صحوا الاختلاط بين الجنسين ومنعوا الحجاب هذا الله عبا أمر فيه ولا الشيطان بعد ذلك بقول لك بعض الناس إيش فينا ما فيه شيء ما فيه شيء لا تشوفوا ملاكه الموت تعرفوا ماذا فيه لا تفهموا الحرية تعرفوا ماذا فيه فالذلة كان يبصق عليه هذا في التلفزيون ما فيه حدا بنته ترى ذلك في المدرسة كانوا عبعلقوا صور القائد الخالد قلت لأ البنت للأنسي أنسي قلت لأ نعم قلت لأبوي كل ما بطلع هذا على التلفزيون وببزع عليه قلت لأسكتي سكتي بحتي أبوكي بكرة إيجي على المدرسة راح على المدرسة تاني يوم بخير قلت لأ يا عمو الله يخليك لا تسويها الشغلة أمام ابنك أو بنتك هيك هيك منتك قالت والله بعدين بتروح أنا وأنت وبنتك هذا حكم يا إخواني حكم ديمقراطي هذا هذا حكم العسكر جريمة أن يقول الناس لا نريد حكم العسكر لأنه بريدون أن يرفضوا استعمار أوروبا والغرب لهم ما عدوا يستعبدون أو يستعبدون بالحديد والنار من عندهم ويروحوا رجالهم لا حطوا شوية عملاء وسخات حيوانات مجرمين خنزير ينفزون مخططاتهم وإذا فتحنا فمنا لنبين الحقائق قامت الدنيا ولم تقعد وانهالت علينا القنابل كما ترون الآن الناس في سوريا يا إخواني ما هربوا من الحرب الأهلية التي يقول عنها الأمين العام للأمم المتحدة لا هربوا من القتل الجماعي الذي يقوم به عويلهم وهم يعلمون ذلك ولكن يموهون الحقائق هؤلاء أعوال الطغاة لو أن الناس في عندهم دم وإنسانية لتسمحوا لنا نأخذ السلاح لنخلص أنفسنا وأولادنا من الطائرات الحربية فهم يقتلوننا أو منعوا الطيران ويستطيعون ذلك بكلمات يفرضونها عليه ويقف عميلهم عن ذلك إذا ملعوا الطيران والقتل للناس القتل الجماعي في بيوتهم وتحت أسقف بيوتهم عاد الناس إلى بيوتهم بعدين إذا كانوا شاطرين نرتصف السلاح مثل ما بدهم السلاح الخفيف يجلس إنسان في بيته ولا يصيب شيء يعيش مجرمون لا يعرفون طعم الإنسانية وهؤلاء المجرمون أقرب ما يكونوا إلى الخنازير فنتكلمه عنهم الآن هذه المذلة في الدنيا التي بدأ يشعر فيها كل إنسان على وجه الأرض ليس في سوريا فحسب بل في مصر وفي العراق والسعودية وفي كل مكان الشعوب الإسلامية كلها تعلم أن هؤلاء قدهرون وهم أعظم أنواع المجرمين من الكفار لهم في الدنيا خزي هذا الخزي يشوفه بالدنيا لسه آخرته إن شاء الله يرينا الله فيهم يوما أسودا بإنه تعالى وفي الآخرة ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق إذا ما بتصدق عندما ترى بعينك ستصدق عندما تدخل العذاب ستصدق وتعلم أن الله تبارك وتعالى وأن الله ليس بظلام العبيد أعطاك ما تستحقه أيها الظالم الباغي الطاغية سواء أن كنت من الحكام العسكريين الذين فرضوا فرضا أو من الطغاة الذين ينفذون مخططات الغرب وهم دكتاتوريون يحكمون الشعوب بالحديد والنار والقوة والعنف فأي حاكم إرهابي طاغية متسلط يسمون دكتاتوري أو عسكري يفرض على الناس بالقوة والسلاح والتعذيب ليس هذا حكم الله بل هذا طاغية من الصنف الثاني من الكفار ضرب الله له مثلا بفرعون موسى وفرعون موسى دمره الله قال الله تبارك وتعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين يعني بدليل واضح أنه مرسل معد الله فتولى بركنه أعرض عن طاعة الله فدمره الله وقال تعالى رأيت وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا رأيت المنافقين يصدون عن أمر الله أما أمر العبيد الطغاة نفسه وطيعه وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلى عليه يعني المتكبر أن يترك تسلط على الناس وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا تكبر عن سماع الآيات ما يريد الناس أن تؤمن بالله ولا أن تطيع الآيات ولا هو يؤمن بالآيات ويطيعها لأنه إذا فعل ذلك وفعل ناس ربهم من الذي سيطيعه ويتسلط عليه أدركتم لماذا هؤلاء الطغاة لا يريدون الإيمان ولذلك وصفهم الله بأنه ثاني عطفه وذا ونقبته وترفع على الناس ليضلل الناس عن طريق الله بأساليب متعددة بوسائل الأعلام بالإغراء بفتح باب الشهوات بالتعذيب والأذى حتى يضل الناس عن سبيل الله فهذا العذاب الذي يذيقه الله يوم القيامة والخزي في الدنيا وله المزل والمسب من الناس إلى أوم القيامة ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد وعلى هذا أيها الإخوة نلخص موضوع هذه الآيات أو الصنف الثاني من الكافرين وهم الطغاة المتسلطون الذين يطيعهم الجهلة ماذا نقصد بالجهلة مو بجهل القراءة والكتابة أو بجهل بعض العلوم بصير يكون طبيب بصير يكون مهندس ولكن يجهل خالق وربه رب الذي خلقه في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة وشق سمعه وبصره وأخرجه في أحسن تقويم يجهل فيعرض عنه ويتولى إلى مجرم طاغية يتسلط على الأموال والأعراض والدماء هذا ولياذ بالله تعالى الجاهل وسميت الجاهلية جاهلية لا لجهل القراءة والكتابة جهل القراءة والكتابة اسمه أمي قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أما الجاهل الذي يجهل خالقه فيعبد المخلوق ويطيعه ويترك الخالق سبحانه وتعالى فهذا هو الطاغية الذي يتسلط على الخلق وعلى كل بؤمن أن ينتبه لحقيقة الدين وأن يبني دينه وإيمانه وعقيدته من جديد فيتحرر من الطغاة بكل الوسائل ويجاهدهم بكل ما يستطيع بلسانه وماله ونفسه إن استطاع والله سبحانه وتعالى هو الناصر وهو الولي نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر